هدم جيش الاحتلال الاسرائيلي 18 منشأ مدنية شمالي مدينة القدس واعتقل 15 فلسطينيا في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة وقال عبدالله صلاح الدين مدير بلدية حزمة شمالي مدينة القدس ان الهدم جرى في ساعة مبكرة من فجر اليوم وذكر ان المتاجر المستهدفة تقع على طرفي شارع حيوي وسط البلدة وجرى الهدم دون اشعار او تنسيق مع البلدية المختصة بهذا الشأن وفي سياق اخر قالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقل اليوم 15 فلسطينيا في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة وبحسب الوكالة فان الاعتقالات تركزت في القدس ورامالله وجنين ونابلوس والخليل وبيت اشتركوا في القناة